اهلا بكم في حلقتنا الاسبوعية وحكمل لكم نفس الموضوع بتاعنا الاسبوع اللي فات احنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن المناعة وفيروس كورونا والحقائق حول المناعة وحكمل لكم نفس الاسئلة اللي جات لنا كان الاسبوع اللي فات بعض الاسئلة اللي هي كانت ما جاوبناش عليها الشعور بالارهاق وحنكمل تساؤلاتكم طبعا فأي تواصلكم معانا واتصالاتكم هي اللي هتوثل الحلقة الحقيقة وهي ده موضوع يعني لب القضية ولب الموضوع الحقيق حتدي المناعة وحكمل لكم موضوع الإرهاق ألم البطن اللي جالنا الإسبوع اللي فات الألم اللي في الجانب الأيمن الألم اللي حوالين السرة الناس سألتنا على الارتجاع يعني جالنا أسئلة في النص كده اللي خف من فيروسي يعمل إيه أو بعض الأسئلة اللي جات اللي احنا ما كملناش إيجابتها الحقيقة هحاول أكملها لكم بس يعني وبرضو لو سألتونا في المواضيع اللي هتوثلين أكتر كنت الأسبوع اللي فات ابتديت أحكي لكم المناعة وحكيت لكم يعني المناعة المكتسبة اللي هي تيجي نتيجة التطعيم المناعة المكتسبة وحكمل لكم طبعا وقلت لكم مناعة القطيع والمناعة الزاتية وإيه اللي بيضعفها وإيه اللي بيزودها والكلام اللي جد علينا أن فيه أدوية محفزة للمناعة أن فيه تطعيمات محفزة للمناعة الإسبوع ده جالنا كذا تساؤل في أماكن كتير هل الدواء المشهور بتاع الددان والأمل له علاقة بالفيروس هل فيه تطعيم ممكن نلاقيه قريب التطعيم ضد الدرن هل يقي دي كلها أسئلة جات لنا يعني أو الناس كلها بتتساؤل وبتتأكد من دقتها ومن صحتها الحقيقة الوسائل منع العدوى كما يعني سمعناها في أماكن كتير واحدة اللي هو لازم نخسل إيدينا الماء والصابون يكفو وأهم بكتير جدا من المطهرات ومن المعقمات ومن كل هذه الأشياء الماء والصابون إنك تتجنب التلامس والتباعد بين الناس ده شيء لطيف لابد إن بفيه تباعد وتتجنب التلامس إننا بتلامسه ده شيء مش مظبوط فعشان كده لازم نتكلم على غسيل الإيد الماء والصابون يكفو يزيبو ويزيلو أي حاجة لكن الصابون ليس مطهر علما بإن الغسيل بالماء والصابون كان أهم وسيلة لتقليل الإصابات العدوى النازلات المعاوية لدد أطفال وكان أهم ويعني يصل لأهمية محلول معالجة الجفاف أهلا يا أم غادة أهلا بيك يا أم غادة ربنا يبارك فيك يا أم غادة ربنا يكرمك ويبارك فيك الله يكرمك ويستورك تسلام يا حبيبتي الله يخليك يا دكتور يا دكتور لو سمحت أنا من 2015 كان عندي الضرن الضرن أهلا يسلمك يا دكتور تمام الوقت يوجع القرح رجع لي تاني وقلوا لي ممكن يكون الضرن رجع لي تاني لا يعني مش للدرجة دي عندك ارتفاع في درجة الحرارة بتاع رائي بالليل لقيت غدت في جسمك المرة اللي فاتت اكتشفت الضرن لقيت صدر ولا جالك في حاجة في الأمعاء ولا جالك في غدد لا جالي في الرجبة كانت في غده في الرجبة اه وما كانش فيه عندك درن غير درن الغدد اه تمام وخدت العلاج وربنا شفانا الحمد لله الحمد لله انت خطي بتخسي كان بيجيلك عرق بالليل كان بيجيلك حرارة كان بيجيلك اكتشفتيه كده ولا اكتشفتي الغده بس لا احنا بقول لك الغده الدكتور شانهالي وحللها وطلعت ضرنية طلعت غده ضرنية يعني تأكدوا تماما انها ما هيش مرض اسمه الساركويد انه ما هيش لينفومة ما هوش اي حاجة تانية وتأكدوا انها ضرنية اه جالوا جالوا لهم الدكاترس بعد محجرين تمسطس واسوان جالوا لدي عندك مرض اسم السيكو عندك مرض ايه حبيبتي سيكو كان بيجيليها يعني بالانجريز ساركويدوزيس ساركويد اه الغده الدرنية حاجة ومرض الساركويد ده حاجة والاتنين يدوا نفس العرض كغدد لينفوية يعني انت كان عندك مرض درن ولا غده ولا ساركويد لا درن فيك اه كان عندك درن تمام انا معك يا ام غادة وبعدين وبعدين سنة تطلعني قرح في المعدة واخدت يعني كدسانة عبانة عملتي منزار معدى عملتي اشعة السد اه تمام وكنت بتاخدي علاج الدرن المضاد الحيوي ما كانش فيه اداءة منعية خالص في الموضوع ولا كورتيزون ولا كلام منده لا كنت اخد خبا كورتيزون ما جلنهاش هناك أسوانج بنعمل طاهرة كنت بتاخدي دواء كورتيزون ايه كورتيزون ما هواش مش مضاد حيوي لا مش مضاد حيوي ما خدتيش مضاد حيوي لا اللي عندك ده ما كانش ضرق ما كانتش غضة ضرقية ده غالبا كان حاجة اسمها ساركويد تمام وبعدين يا حبيبتي وضلق يا دكتور انك ورح في المعدة تبعمل يعني ألم فاضية في المعدة القلم في عندك حموضة حرقان امساك اسهال مغس في البطن اه يعني العرق اكتر حجم دايقاكي ايه يا مغادة الوجع الزياجي في المعدة الوجع في فم المعدة ولا حوالين السرة ولا في الجناب لا اكن حاجة في فم المعدة في فم المعدة بيزيد مع الاكل بيسمع في الظهر اه عملتي سونار على البطن عملتي منزار معدة اه عملتي منزار معدة تمام لكن انتي في الموضوع اللي فات ده ما كنتيش موضات حاول خدتي كورتيجون وخدتي أدوية مناعية بس انا بس يا دكتور عارف اسم الأدوية اللي جاني انها دوني أدوية كثيرة اه يا حبيبتي اه اه تمام انا بقول لك دكتور عسيق اطمو احمد التوني جايح دا تعملها ضرن في الغضة لا ضرن دا اه ضرن يعني ضرن تمام تمام ما عندكيش تقرح في الفم ما عندكيش اي حيات تانية لا بس تشريت منزار عمله لا لقرح في المعدة وعملتي وخدتي له علاج المنزار لما طلع المنزار لما عملولك المنزار اه تمام طب انا هجاوبك يا مغادة سلامتك يا حبيبتي معانا رجب هناخد كل الاسئلة معانا وحنجاوب عناية تفضل يا رجب اهلا يا رجب فاصل رجب غادة جالها ضرن وده سؤال يعني لطيف جدا هل التطعيم ضد الدرن والاصابة ضد الدرن يعني ده اللي انا كنت هجاوبه الحقيقة طبعا الاتهاب الدرن ده نوع من البكتيريا ممكن تيجي في الصدر ممكن تيجي في الامعاء ممكن تيجي بشكل مكسف في اماكن كتيرة بيسموها ميلياري تي بي يعني الدرن ده ليه كذا شكل وكذا نوع وممكن اشهر حاجة تيجي عن طريق الطعام وعن طريق ال وهو بيعمل لنا يعني حاجة اسمها كازييشن وحاجة اسمها عليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك يا حبيب ربنا يكرمك ويبارك فيك تسلمي لو سمحت دكتور انا عندك ولو انت عابني جامد وعلى طول بيحصل انتفاخ واي لحوم او سمك او كده او فراخ بيخليني بيبقى عايزة رجع على طول بعد مكسف يعني انت عندك انتفاخ وعايزة ترجعي دايما الشعور بالترجيع او بعد اللحمة والفراخ والسمك بعد اللحوم بعد اللحم تمام انت عندك كم سنة يا ام مالك عندي واحد وعشرين سلامتك يا حبيبتي بتاخدي اي دوة لأي مرة بمزمن ضغط سكر اي مرة بمزمن حساسية صدر حساسية من اي دوة لا باخد اللي هي الحقنة بتاعة الروماتيزم الروماتيزم عندنا حومة روماتيزمية وبنكمل اه تمام وباخد حبوب من الحم تمام طيب احنا عندنا صداع زغلالة عين زنة ودان على طول الصداع معايا دكتور على طول يعني طول الوقت كاتمت سيدر دقات زيادة اختناق بحس بقلبي بوجعني من قل مجهود بعمله تمام سلامتك يا حبيبتي فيه دم او مخاط من اي مخرج من مخارج الجسم بنخس او بندخل لا لا خالص يا دكتور اكتر حاجة تعباكي الشعور بالانتفاخ وميول القيء بس مفيش حاجة تاني فيه عندنا حموضة او حرقان امساك او اسهال لا خالص سلامتك يا حبيبتي خلاص انا هجاوبك على الكلام ده عينية معانا عوام يا اهلا يا عوام يا اهلا وسهلا يا دكتور يا اهلا وسهلا فضالي مادام عوام يا اهلا وسهلا انا مريضة نقص صفايح دم نقص صفايح تمام اه عملتي سونار على البطن عملتي سونار على البطن التحال كبير او حاجة اه عملت قبل كده سونار فلا كانت تحال كويس والمسطرة المناعي ايه حبيبتي انت مريضة نقص صفايح تمام بس ما عندكش مشكلة لانيميا ولا عندك خلل في كرات الدم البيضة لا لا والسبب مناعي بس والسبب كان مناعي فانتي بتستجيبي مع كورتزون اه لا مش باخد كورتزون والاميران مثلا لا مش باخد كورتزون دلوقتي وقفت الكورتزون طب كويس اه بيرفع المناعة طب كويس جدا بيرفع الصفايح الدموية تمام طب فين المشكلة حبيبتي المشكلة ان في الايام المتأخرة يا دكتور معدتي بقى قلم جامس معدتي كل ما كل حاجة تيارك ريال اه او كده يعني سكرات ده الصيفة لو حتى معلقة السكر اه بحس بمغس بضن جامس في فم المعدة اه في المعدة ولا حوالين السرة لا في المعدة في المعدة المشكلة دكتور تمام المعدة ده فم المعدة يعني فوق السرة اه اه تمام بيبقى معنا حموضة امساك او اسهال مغس في البطن لا لا الالم ده بيسمع في الظهر اه بيسمع في الظهر اه بيسمع في الظهر بتاخدي مشكنات اه لا ما اخدت في الصراحة ايه مشكنات يعني بحاول اقلمي درشين وحاجة سنك كم سنة انا عندي تلاتين سنة تلاتين سنة فانتي شكويتك كلها ألم فم المعدة اه ألم جمس المعدة ومن اي حاجة فيها سكر تمام حاضر معنا سيكتور معنا يا رجب يا اهلا وسهلا كل السلام انت طيب يا دكتور وانت بألف صحة وسلامة ربنا يبارك فيك انا بحقيك يا دكتور والله ربنا يكرمك ويبارك فيك وصالة ما فيه دخات لديك يا دكتور مصر بمسيحة الرحمن مش عيرالة حاجة ربنا يبارك فيك تسلم كله بفضل الله الحمد لله قناة صحة وجمال ديه كمانك وفريق اعدادك محترم محترم ربنا يبارك فيك يا رجب تسلم وربنا يبارك فيك ويخليكم لمصر يا رب ربنا يبارك فيك يا دكتور انا كنت بتعالج في اسناء بلد ريف كان فيه دكتور بياي بتاع كله يا دكتور باطن وقلب وقوالون وعظم وكل حيا دكتور طف كويس يا رجب وكان عندي انا ايه عندي نهجة وعندي حساسية وكان بيعالجني يكتب لي كورتزولات وكان بيكتب لي على حاجات ايهزة وجبت جهاز اللي هو بتاع الاكسجين تمام وتمام وماشي عليه مية في المية طب الحمد لله كويس كل شهرين ثلاثة اروح له كان ناس اروح له كثيرة وفجأة انا تعبت بعد كدس فانا تعبت دروفيتي لما جاء موضوع الكورونا ديا تمام الكورونا ديا طبعا انا دروفي ما قدرش اتنفس دعبان روحت يا دكتور ملقيتوش قالوا لي ديا تريمك عنش دكتور يا دكتور قالوا ايه يا رجب مش دكتور تري يا دكتور ما طلعش دكتور لا قالت ده طالب تجليدي عن واحد سهادة واحد سهادة من برّة طب كويس وهو مش دكتور رسمي وهوش دكتور رسمي تمام كان بيعلينا بالكورتنزلات وبالحياة والحياة دي ورّمتنا وتعبتني جامد يا دكتور سلامتك يا رجب وش يتنفخ رجائب تنفخ الدرك انا مجاليش يتنفس انا سيدني يا دكتور انا ما عارفش عندي جلب عندي وعندي بيجي ضغط عندي ضغط يا دكتور رجب انت عندك كم سنة يا حبيبي؟ تلاتة وستين يا دكتور ربنا اديك الصحة عملت عمليات قبل كده اي عملية قبل كده؟ عملت عملية دي في القنوات العصبية الشوكية في العنقية من ورّة طب كويس بس دي العملية الوحيدة اللي عملتها عندك ضغط او سكر؟ عندي لدروفين عندي لدروفين في الرابعة والخمسة قطانية تمام الف سلام عليك حبيبي كنت بامسي يعني دائما باتصل انا بالخلوات طبعا حبيبي المارك والمقري والمسموع حبيبي دولا ربنا يبارك فيك والحمد لله بمارش كنت حياتي يعني وكان حلو بس الدكتور ده هو اللي خلص عليها دكتور والله بص هو يعني في حاجات كده في الدنيا انا عايز يقولك ان في كندا شخصيا كان في دكتور كده قاعد فترة طويلة في تورونتو بيمارس الطب وبعدين اكتشفوه المهم ان الناس تكتشفوه يعني في كل حتة في الدنيا مش مصر بس في كل حتة الحقيقة يعني هتلاقي الكلام ده في بعض الاماكن اللي هتزارها يعني في الدنيا كلها فده بيحصل في العالم كله حتى يعني فيعني ما تزعلش والحمد لله ان شاء الله ربنا ما يبقاش فيه اي مشكلة لكن اكتر حاجة عباك هي النهجان مش كده نهجان نهجان يا دكتور مجدرش لمعظة لو طلقت الخمس اللي مات عاوزة نزل ميا على نفسي من الارهاق والنهجان اه عادي نزل ميا على نفسي فقارت فيه جنيا شيخ حاجوبك تعمل ايه في موضوع النهجان عناية يا رجب عناية الحقيقة احنا عندنا سؤال قلم البطن ميول القيء احنا هنقولهم سريعا يعني عشان ما نبقاش النهجان نزول الصفايح قبل ما اكلمكم على قلم البطن يعني حاجوبه طبعا وقبل ما نكمل المناعة والتطماط وقص درن بس هجاوبكو على الدرن لان ده اول سؤال جنة الحقيقة لما بنخف من الدرن ضغص باذن لما يبقاش فيه ادنى وشكلة اه يعني اه لكن اللي جالهم درن لقدر الله دايما لما هنكون هنديهم ادوية مناعية لازم نتأكد ان ما فيش اي حاجة وبنحاول نبقى عندنا يقين وهنديهمش الادوية البيولوجية المعروفة بتاعة المناعة الا بتحذير وبدقة شديدة جدا اه يعني في ادوية البيولوجية فده الكلانية لخلمة العلاج البيولوجي دايما اللي عنده درن او حاجة من هذا القبيل عادة ما بندلوش هزي الادوية البيولوجية اللي بتستخدم في روماتويد بتستخدم في الزيبق والبعض الكلام اللي هو بيستخدم دلوقتي اللي هي بتتاخد اللي بيكلمه عليها للفيروسات المستجدة وخلافه تاني حاجة نتاشر في المقام الاول او في الفترة الاخيرة يعني السؤال اللي لما بيجينا درن او نطعم من الدرن ده بيرفع المناعة الحقيقة الطب لم يثبت هزي المعلومة الطعين ولكن قد يكون فيها جزء من الاجتهاد من جانب الناس اللي جابت هزي او اللي طلعت هزي المعلومة الحقيقة التطعيم ضد الدرن انا مش هتكلم على اللي اصيب بالدرن لكن على طعيم التطعيم ضد الدرن بيقعد ماكسمم 15 سنة علشان يكون فعال في 60% من البشر عندي 20 سنة كأنك ما اتطعمتش قطعيا فيه تطعيمات ممكن تعيش معك للعمر كله زي التطعيم ضد الحصبة لو اتطعمت في معادك التطعيم ده هيكمل معك طول العمر لو اتطعمت قبل معادك كأنك ما خدتش التطعيم ففيه تطعيم الكفاءة بتاعته 100% زي الحصبة فيه تطعيم الكفاءة بتاعته 95% زي فيروس بي فيه تطعيم هيقعد معك 10 سنين زي الديفتيريا والتيتانوس فيه تطعيم الماكسمم بتاعه 15 سنة ل20 سنة عند 20 سنة لا اقل من 20% ممكن يكون عندهم جزء مناعي فالطعم من 20 سنة ضد الدرن كأنه ما خدش التطعيم الحقيقي لكن هم وجدوا وجدوا ايه في الطب التطعيم ضد الدرن بينفع ضد الجزام احيانا وبينفع ضد نوع من انواع من البكتيريا الدرنية شبهة تي بي شبهة درن برضو نوع من البكتيريا التانية اللي هي بيبقى معها تقرحات وبيبقى حاجات كبيرة جدا في الجلد واستخدام تطعيم الدرن يستخدم كعلاج تكميلي للمصابين بسرطان المثانة اللي عندهم سرطان في المثانة يبقى التطعيم ضد الدرن بيحفز المناع في سرطان المثانة يبقى العلاج بالتطعيم ضد الدرن له استخدامات في الطب لكن احنا ما عندناش يقين يخص مرض الكورونا حتى هذه اللحظة يبقى ده الجملة اللي جات لنا على الدرن طب عندنا قلم في البطن هجاوبه بس يعني وميول القيء وشعور بالامتلاق والانتفاخ لكن هجاوب اولا انا بجاوب بالاهمية الحقيقة نزول الصفايح نزول الصفايح ده ممكن يبقى عندنا اجسام منعية بتكسر الصفايح او نشاط في الطحال او بعض الامراض اللي اصيب بفيروس C بيعمل نشاط في الطحال او اللي اصيب بفيروس B ده جزء في امراض دم كتير جدا فيها تكسير صفايح في امراض دم فيها تكسير صفايح زي حاجة اسمها الDICU TTP وده بيبقى تكسير مؤقت وفيه تكسير مناعي دائم تكسير مناعي بالذات في الاطفال ممكن يخف الوحده ممكن ياخد كورتزون وما فيش ادنى مشكلة يعني لو ما خفش لوحده فيه ناس هنشلها الطحال فيه ناس هتاخد اجسام مناعية مؤقتة الى حين لما ندي فرصة للجسم اجسام مناعية ضد الاجسام المناعية اللي موجودة اللي بتكسر الصفايح انا بس بديكو فيه دواء مشهور اسمه الترومبوباك ده الاسم العلمي بيرفع الصفايح بشكل مؤقت بالذات اللي الناس اللي بتاخد الادوية فيه بعض الادوية بتكسر الصفايح وبتنزل الصفايح وممكن تصل ان الموضوع ينتهي يبقى طول الوقت يبقى فيه ادوية بتكسر لنا صفايح وفيه ناس ممكن تاخد الال ترومبوباك اللي هو هذا الدواء بتركيس 25 او 50 احنا لا ننصح ان الناس تاخد مثل هذه الادوية الا تحت اشراف طبي محدش ياخد يعني ما فيش حاجة اسمها اتعامل مع الصفايح لان فيه امراض زي ما بيقولوكو امراض نزول الصفايح فيه امراض زيادة صفايح انا بس مريت على كلمة الصفايح مرور الكرام لان ده موضوع مهم فيه واحد جات له نازلة معاوية اخد مضاد حي ونزلت له صفي لا واحد جات له نازلة معاوية دايما عادة بيبقى طفل تجيله صفرة بس ملهاش علاقة لم يصب الصفرة لم يصب بفيروس الف ويجيله ارتفاع في وظائف الكبد وانزول في الصفايح التهاب شديد جدا ممكن ينازل الصفايح في بعض الامراض وبيرفع لنا حاجة اسمها الدي دايمر الناس كلها فاكرة ان الدي دايمر ده موجود مع قدوية سيولة فيه واحد خد دوا معدى او خد او حاجة عنده مشكلة مناعية في تمثيل يعني في تمثيل يعني مناعي في الجسد حاجة اسمها تي تي بي بيبقى عنده صداع وتكسير في كرات الدم الحمر يبقى عنده انيميا وممكن يبقى معاه صفرة وارتفاع في وظائف الكابت زي وزي مرض بتاع الـ HOS بس الـ HOS ده عادة بيجي للاطفال بعد نازلة معوية ده بيبقى معاه نفس هذا الموضوع بس بيبقى معاه اعراض عصبية اخرى ممكن غيبوبة ممكن الصداء يعني قصة من هذا الكلام وممكن يبقى دوا عادي جدا ودول بيحتاجوا حاجة اسمها بلازما اكس تشينج او غسيل بلازما ودول ممكن ياش وانا مش بس عايز يعني اطول عليكم في قصة الصفاية لكن يعني ده احنا مرينا مرور الكرام على الصفاية حاخد لكم رجب هو بيتكلم على النهجان 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 ده عرض طبي رقم واحد النهجان مع المجهود النهجان مع المجهود اكتر حاجة بنخاف منها ضعف عضلة القلب وفشل يعني فلابد ان احنا نبقى عاملين حسابنا في موضوع عضلة القلب في اي حد عنده نهجان نمرأ واحد يتوجه لطبيب القلب في واحد نهجان هو قاعد ده ممكن في واحد ما بيعرفش ينام على ظهر ويصحب الليل بتنهيدة جديدة ده كل ده من علامات الضعف عضلة القلب اللي معاها نهجان طيب في امراض الصدر كلها ممكن تعمل لنا نهجان بدءا من حساسية الصدر بدءا من الامراض اللي فيها تمدد رئوي والإنفزيما وفي منها نوع ناهج وفي نوع مش ناهج البلو بلوتر يعني في عندنا قصة لحاجات الإنفزيما والتمدد الرئوي وكل الأمراض طيب النهجان جزء من علامات الالتهاب الرئوي وبيتعمل حاجة اسمها كيرب كلاسيفيكيشن بيقيتش بيها وظيفة الكيلة مع نوبات التنفس ده اللي بيقول لنا قصص معنا اتصال وحكمل لكم النهجان أهلا يا أحمد سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله دكتور حضرتك شكويتة حضرتك بعد إزمك على طول حضرتك خموضة والأكل بيقعد كتير جدا في المعدم يعني الهضم من السريع ثم حضرتك عملت كذا من زار يطلع حضرتك التهاب خفيف جدا عملت حضرتك تحليل الجرسومة قال لي ما فيش وبعدين حتى كمان حضرتك خدت كرسي اللي هو الامبرازول طع شهر ونص برضو ما فيش فايدة وبعدين حضرتك فيه تكريع حضرتك على طول في المعدة على طول يطلع هواك خالص على طول فيه أكل في المعدة أو ما فيش أكل في المعدة تكريع على طول بس معرفش إيه سبب التكريع ده حضرتك وبيزيد بقى حضرتك ما مكونش فيه أكل عندنا كم سنة يا أحمد عند حضرتك 65 ربنا يديك الصحة بناخد أي دول أي مرة بمزمن ضغط سكر أي مرة بمزمن أي يا دكتور عندنا باخد سكر وضغط يا فادي عندنا حساسية صدر حساسية من أي دول حساسية طعام لا حضرتك لدرجة حتى أنا حضرتك روحت مشتاشفة صدر وكشفنا وقال ما فيش حاجة وقت قبل ما تزهر موضوع الكورونا ده قال بس بشوة بلغم كده وخلاص وديني علاج وأما حضرتك عند الزوجة بقى حضرتك ما بتشم أي ريحة حضرتك بتتعب جدا في التنفس وحتى روحت مشتاشفة للصدر قال لها ما عندكش حاجة وهي بقى أي ريحة بتشمها حضرتك بتتقزم جدا في التنفس وتتعب جدا ألف سلام عليها لا حساسية الأشياء ده ممكن تيجي مع أي حاجة يعني ممكن نشم أي رائحة كريهة بقى عندنا حساسية مؤقتة ما فيهاش حاجة لكن أكتر حاجة تعبوا حضرتك الحموضة والتجشق التجشق ده تعرضوك ما بيبطرش بقى النعبة مليام أو فضل تمام أنا يعني أول إجابة قبل ما كمل أي سؤال آخر في الأسئلة اللي إحنا ما كملنهاش هجاوب حديك على التجشق لأن ده فعلا شكو عامة ومهمة عناية فحضرتك أكتر حاجة مدقيقة الحموضة والتجشق معنا أم شريف أهلا يا أم شريف سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك إزايك يا دكتور إزاي حضرتك عامل إيه ربنا يكرمك ويبارك فيك تسلامي دايما إيه خليك يا دكتور قول لحضرتك أي أكل بأكله يعمل له بتفاخ آه تمام ولو اتصحرت في رمضان أو كده اتصحرت متأخار بسا الأكل يرجع في فوقي ويزينا يكون لسه يعني متنهضم تمام عندنا كم سنة يوم الشريف أنا عندي ثقانية وخمسين سنة عملت روحات قبل كده أي عملية قبل كده أنا كنت عاملة فات الصورة بس للزبان أول بتاخدي أي دول أي مرة بمزمن ضغط سكر أي مرة بمزمن لا لا أنا باخد بس كنت عاملة تغيير مصطلين يعني بعض الأوقات داخد مساكل بس كده تمام ما فيش غير كده لكن ما عندناش لحساسية صدر ولا حساسية من أي دواء ولا حساسية أكل في زيادة في الوزن في نخصان في الوزن موسمية يعني متعالطول متوزمانة سلامتك حبيبتي في زيادة في الوزن أو نزول في الوزن في دم أو مخاط من أي مخرج من مخارج الجسم لا لا في حموضة إمساك أو إسهال سلامتك يا حبيبتي حاضر هجاوبك على الإمساك وهجاوبك على الشعور بالانتفاخ والحموضة دي أسئلة هنجاوبها ألم البطن ألم فم المعدة عناية ومعانا عمر يا فدر يا أهلا يا عمر أهلا وسهلا مساء النور علي إذا أهلا من أجلك فيك الله يكرمك الله يخلي ساعتك فاندم والله يا فاندم أنا من ست سنين بالضبط كان أحدي التعب اللي هو فيروس A فيروس ألف فيروس A آه فيروس A بالضبط وجالي ألم شديد جدا في الجهة اليسرى الجنب الأيسر بتاحت القفص الصدري بالضبط تمام فالألم ده مصاحب لأي لحد الوقت بقى لست ست سنين التعب ده جديد علي بيروح وييجي بيروح وييجي وبوقت كتير الألم ده بينزل في اتجاه الحوض بينزل على تحت لأ هو متركز تحت القفل الصدري بيزيد مع الحركة آه بيزيد مع الحركة وممثلا بعض على كرسي أو آقف أو الكلام ده كله لكن في الوقت العادي وإنت بتمشي وإنت بتشتغل وإنت بتعمل أي مجهود مش موجود لا لا ما فيش أي تعب لا لا خالص هو بيزيد مع القعدة ومع الحاضر حطمنا جيدا ده مش ألم عضوي أنا هكلمك على الآلام بتاعت الجانب الأيصر بشكل عام لكن الألم اللي هو فيهم ده مش من التمانية اللي احنا بندور عليهم بطنيا ده غالبا ده امتلاء قفص صدري أي حاجة من هذا القبيل ضلع عضلات لكن ده مش مرض عضوي لكن أنا هجاوبك على التمن أسباب اللي بندور عليهم في الجانب الأيصر عناية احنا هبتدلكوا احنا سؤال الانتفاخ كتير سؤال الألم اللي في الجانب الأيمن ده من الحلقة اللي فاتت سؤال الألم اللي في الجانب الأيصر سؤال فم المعدة ميول القيء التجشق هبتدلكوا بالتجشق الحقيقة لأن كثير من الناس وهذا الكلام على مسؤولية يا أحمد التجشق ليس مرض التجشق ليس مرض قطعيا التجشق ده حاجة من اتنين يا هواء تم بلعه بس يا إما حركة عصبية بتحصل في المريء عشان كده بيسموه جاستريك يعني معوي سوبراجاستريك فوق المعدة فوق المعدة هو اسمه كده التأسيمة بتاعته في الطب وهذا الكلام على مسئوليتي كلام يقيني التجشق 90% من أسبابه حركة عصبية نتيجة ابتلاع الهوى طول ما أنا قاعد بابلح هو أو بندغ لبان أو بدخن أو بشرب مياه غازية أو ما بندغش الأكل كويس أو بزلط بسرعة أو امتلاء البطن السريع ده أهم سبب للتجشق ده أهم سبب للتجشق وده اسمه التجشق المعوي وأشهر حاجة الناس كلها بتاخد بالها إن ما تشرب مياه غازية مرة واحدة وبسرعة جدا بيحصل موضوع التجشق التجشق ليس مرض طيب فيه تجشق آخر اللي احنا بنسميه سوبراجاستريك اللي هو ما فوق المعدة أنا بقى عودت نفسي إن أنا أبلع شوية هوا وتجشقهم دول ما بنزلوش المعدة تجشق ليس مرض هل فيه علاج للتجشق؟ على مسؤوليتي لا يوجد غير علاج واحد فقط هو علاج محدد ما لوش علاقة بالحركة العصبية للمعدة بتاخد ثلاث مرات في اليوم هو مش بيعالج هو بيقلل الانقباض اللي احنا بنعمله عشان يحصل للتجشق هو دواء بعينه لا يستلاقي وهذا الدواء ده بيستخدم للزغوطة وبيستخدم للتجشق طب احنا عايزين نعمل إجراء كيف نعالج التجشق النمرة واحد 50% من علاج التجشق ما يطلق عليه التعرف على المشكلة والتعامل معها اليقيني بيسموها في الطب تغيير العادات هي اسمها كده أنا بقولها لكم لأن ده اللي مكتوب في الطب لأن الواحد بيسمع كلام كتير يديله كربون ويديله حاجات وحاجات مصة للغازات كل ده ما أنزل الله بيه من سلطان ببقى الادراك وعلمه أنك قوم نفسك لأن ده حركة عصبية أنت بتعملها طيب وإيه الحاجات التانية اللي ما تعملهاش انضغوا الأكل كويس اشرب مياه كتير قبل الأكل ووسط الأكل وما تملاش بطنك انضغوا الأكل كويس ما تملاش البطن يعني قوم قبل ما تشبع اشرب مياه قبل وبعد الأكل وتجنب الليبان تجنب التدخين تجنب المياه الغازية دول الحاجات اللي في إيديك ده بندج اسمه behavior modification غير العادات طيب أنا غيرت كل هذه العادات وأنا مش عارف أتعامل مع نفسي أنا تعبان مش عارف أسيطر على نفسي يبقى احندي لك دواء بعينه دواء وحيد يعني بتركيز بعينه هو ده اللي بيقلل التجشق فده كلمة التجشق الامساك الشعور بالانتفاخ ألم البطن ألم البطن ألم فم المعدة 8 أسباب المنطقة اللي فوق دي كلها كلها 8 أسباب الألم اللي في الجانب اليمين 8 الألم اللي في الجانب بسميه 8 والأنلم اللي فم البطن 8 طيب أنا همتدي لكم بألم فم البطن إحنا كلمنا عليه يعني جلنا أكتر من سؤال فيه الحقيقة هو وألم فم المعدة وهو وألم الزمن ألم فم المعدة إلا ألم لو بيسمع في الظهر ويبقى حاجة من أربع أشياء الألم اللي بيسمع في الظهر حاجة من أربعة يأما 12 يأما بانكرياس التهاب بانكرياس ومشاكل البانكرياس واختلافاتها يعني البانكرياس 12 بانكرياس مرارة قنوات مرارية طيب ألم في فم المعدة وطالع لفوق وبيسمع في الظهر فوق في الصدر ده تقلصات المريء ده تقلص المريء طيب في مرض بيصيب الثلاث أو العرض بتاعه بيبقى موجود في الثلاث أماكن العلوية من البطن ألم بيحزمني يا دكتور ده قد يكون بانكرياس مش ده الموضوع خالص لان فيه أول علامة ديها طيب ألم بيسمع في الظهر في الجانب بيسمع في الظهري من الشمال هو قدام سنة كده يا دكتور بس مسمع في الشمال ده معدى بس ده التهاب معدى وده لوحده indication أنه لازم أعمل منذار معدى لأن احنا دايما بنقول أي ألم في الجانب الأيمن من المعدة على الكرف الصغير بتاع المعدة ده 90% منه وفيش مشكلة اللي على الكرف الكبير بتاع المعدة ده بنخاف منه عشان كده ده في حد ذاته يعني لابد من عمل منذار وإذا لقينا تقرح في هذه المنطقة لازم ناخد أربع عينات على الأقل يبقى الألم اللي هنا بيسمع في الظهر بس هو ميال لناحية الجانب الشمال ده غير الحاجات اللي أنا بقولها لك لكن ألم فم المعدة رقم واحد فيه أنا قلت لكم الحاجات قلت لكم خمس حاجات فيه في منه حاجتين يعني بس ذكرنا معهم المعدة يعني من الخمسة يعني ما خرجناش برا الخمسة إحنا عندنا ثلاث حاجات بقول في منهم المرض اللي جيلي محمد فوزي النهاردة غير اسمه إلى ريترو بريتوني الفيبروزي ده اسمه إيه اللي جيلي الفنان محمد فوزي تلايه في خلف الغشاء البريتوني ده هو محمد فوزي جاله نتيجة أنه كان بياخد مسكنات من نوع معين من عائلة اسمها أرجوتس اللي لغوها في العلم انتهت ما عادش لها وجود في الطب دلوقتي دي ممكن تيجي بتحزيمة في الجانب عن ناحيتين من الظهر ألم في الظهر من ناحيتين وممكن يبتدي في فم المعدة ممكن يبتدي في فم المعدة بس هو في الظهر أكتر عنده ألم همش قادر يحدده يبقى المرض اللي اسمه باراورتايتس جديد ريترو بريتوني الفيبروزي طيب ده جزء من الموضوع تمدد الشريان الأورتي ممكن يديني ألم في هذه المنطقة وكل ألم الصدر وأهم حاجة الزبحة الصدرية يبقى لابد أن أنا أستاب أي حد عنده ألم هنا وديقة وشعور بالانتفاق مش متزبط سن وفوق الخمسين أو عنده أعراض تحت الخمسين يعني عنده حاجات ريسك فاكتورس حاجات أخرى لازم نعمله فحص قلب نستبعد وجود زبحة صدرية نستبعد أي حاجة من أمراض القلب بتاعة الصدر الأربعة المهمين في الصدر تمدد شريان أورتي صدري أو بطن الجلطات الرئوية بالذات في الستات وبعد الخلفة وبعد جراحات كبيرة جلطة الرئة جلطات الرئة والقلب أتلع حاجات دول بس القلب أهم حاجة من الحاجات اللي بتسمع في هذه المنطقة يبقى ألم فم المعدة أنا كلمتكم على كلمة الألم الألم بفلوس وآخر حاجة في قصة الألم في حاجة اسمها ألم الزبحة المعوية أو ألام المعدة واحد خاص مرة واحدة واحد خاص مرة واحدة بيجي له ميزنتريك أرتري سندروم يعني بيحصل له اختناء في الشريان فيدي له المعدة تبقى شبه فما يبقاش عارف ما يبقاش فيها تصريف في أي حد كان تخين ونزل عمل ضايت ده من الأثار الجانبية لنزول الوزن ده من الأثار الجانبية لنزول الوزن المفاجئ نادرة يعني ما هياش وفي نفس الوقت الزبحات المعوية أو ديق بس دي بيبقى فوق سن السبعين والثمانين والتسعين ديق ديق يعني زي ما بيجي لك ديق في الشرايين القلب بفيه ديق في الشرايين المعدة بس أشهر عرض لها ما بقاش فم المعدة الحقيقة لكن ممكن يجي منها نوع في فم المعدة أشهر عرض ألم في البطن عامة أو ألم حوالين السر كالت عايزة أجري على الحمام كالت ابتدى يدوخ يعني تقل مش عارف يتحرك بس إنه كبير لقينا بعد شوية دم في البراز دم في البراز وكده كده حتميا أي حد عنده دم في البراز هنعمل له أشعة مقطعية وهنعمل له منذر قولوني ومنذر معدة فهيتشخص طبعا بس المهم ناخد بالقوانين طب ولا نجرب ده الأول لا مفيش حاجة أسمعها نجرب ده الأول في حاجة أسمعها هنمشي بالقانون عندنا حاجات بعينها هنتصرف بهذا الشكل ده ألم فم المعدة أتمنى يكون قلته لكم سريعا لكن هو ده يعني يعني ده لم كده العنوين الرئيسية لكن كل بند من دول تحته قصص طويلة الحقيقة يعني بمواصفات كل واحد فيهم ياخد حلقات يعني مش حلقة يعني لو جينا نتكلم على القانوات المرارية بمشاكلها بأمراضها جينا نتكلم على حاجات المرارة حنقدر نتكلم على الحاجات اللي تقلل تكاون حصائط المرارة الحاجات اللي بتزاوي تكاون حصائط المرارة فيه جزء في الأمراض المرارة أنا بس بديلك ذكر للحاجات دي والمرارة كده كده 90% بتبقى في الجانب زي ما قلت لك إن المعدة مين ليه بتبقى في الجانب الشمال في تسمعها غير فم المعدة المرارة ممكن تسمع هنا وتسعين في المائة من تسمحها بيبقى هنا وبيسمع في الكتفة أو في الضار لكن اللي أنا ذكرته لك حاجة اسمها عضلة موجودة على القناة المرارية اسمها أودي فالعضلة دي بيبقى فيها ليها حاجة اسمها disfunction ما بتبقاش شغالة مظبوط ممكن يبقى بعد استقصال قنوات بعد استقصال مرارة أو قبل استقصال مرارة وليها إجراءات في التشخيص ويعني قصة الحقيقة طويلة أنا بس بدي لك المثال إن بند واحد فيه كذا حاجة مش حاجة إحنا لقيناها هي دي لا ده هي تفصيلية الحقيقة طيب الألم اللي في الجانب الشمال حبتدلكو بيه قبل ما بتدلكو بال معنا اتصال وحكمل لكو ألم البطن وحكمل لكو المناعة اللي إحنا ما كملناهاش معنا نجلاء يا نجلاء أهلا وسهلا أهلا بيك يا دكتور كل صلحة حضر ركت عيد وانتي بألف صحة وسلامة ربنا يكرمك ويبارك فيك يا نجلاء نمحت يا دكتور جالي من عشر تيام كده ألم في صدري تعبني رحت للدكتور عملت تحليل براز قال لي نتيجة بوزيتف تلع ميكروب الحلزوني عن طريق البراز آه تمام ده دقيق جد آه هل ده يعملي ألم في الصدري ما يخلينيش عرف أنام؟ لا يا حبيبتي الجرسومة ما تديش ألم الصدري الجرسومة أخرها يعني بعد 40 سنة تعملي قرحة مادة و12 هي مسؤولة عن 70% من قرحة المادة و95% من قرحة الـ 12 يعني بعد ما تكون مش كل أنواع الجرسوم نوعين فيهم بس نوع اسمه فاج وكاج وبعد 40 سنة ممكن تعمل لنا نوع من الأورام بتاع الغدد اللي هو اسمه مالت لينفومة وسرطان المادة والـ 12 لكن ده عايز عمر طويل ربنا يديك الصحة عشان كده يعني يعني آه بنهتم بيها وبندور على العلاجها يعني لكن هي العرض الإكلينيكي الوحيد يا إما أعراض الحاجات دي بعد مرور سنين يا إما شعور بالامتلاق والانتفاق هي أحد لكن علاج المعدة علاج الجرسومة بيزود على مسئوليتي بيزود الارتجاع بيزود الارتجاع علاج الجرسومة بيزيد الحموضة وملوش علاقة بتقرحات المريء ولا أي حاجة من هذا الكلام بالرغم أنه تم فصل الجرسومة في عينات المريء لكن ما بتأثرش في المريء زي فيروس الكورونا ده ما بيخشش إلا على مستقبلات بعينها لو مش موجودة مش هيخش الجسم معنا اتصال وحكمل لكم الجرسومة وحكمل لكم ألم الصدر معنا ياسر أهلا يا ياسر أهلا وسهلا الله يكرمك ويبارك فيك أنا مستمع بوضوح يا ياسر طب روح تكشفت مخه وأعصاب لازم تكشف مخه وأعصاب الموضوع الرعشة ده طول الوقت ولا بتيجي على هيئة نوبات فيه تأثر في الحركة يعني أنت بتعرف تمشي كويس ولا الخطوة بتاعتك بقت ضعيفة أنت حاسس بركفة في الجسم بس لكن ما عندكش مشكلة في الحركة ولا عندك مشكلة في أي حاجة ألا حتكشف مخه الأعصاب يا ياسر لازم نكشف مخه وأعصاب يا حبيبي لازم الأول يستبعد وجود أي حاجة لها علاقة بالمخيخ لها علاقة بالاتزان لازم نستبعد هذا الكلام تماما السنة كم سنة يا ياسر معنا حسن أهلا يا حسن أزاك يا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك الله يبارك فيك يا حضرتك يا دكتور يا الله يكرمك اتفضل يا حسن اتفضل يا حبيبي حضرتك أنا دائما باستمرار بيجيني سعال باستمرار كوحة مع بلغة خصوصا بعد الأكل لا ملاحش دعوة هو بعديه بعد الأكل لو أشرب مياه لجي موضع السعال دوة باستمرار لا ده انت كده بتشرق يعني كده انت مدخن انت بتدخن جامد واصل اه بدخن لا متجامد بدخن بس متجامد اه تمام مدخن لا ده انت كده بتشرق ده مش مرض عضوي مش ارتجاع ملوش أي حاجة بمرض عضوي ملوش علاقة بالسدر ده كل ده من التدخين طب يا دكتور انا اصلا عندي جيب انفاية بجلي ممكن هي لتجيب وهي طبعا جزء من الموضوع اي حاجة بتدخل افرازات في القصبة الهوائية هتدي لك الاعراض دي مع التدخين طبعا طبعا يا حسن اه طبعا وتوقف التدخين وتعالج الجيب الانفاية المزمنة اه ماشي يا دكتور سلامتك يا حسن الف سلام الله اكلمك سلامك شكرا جدا يا دكتور الله اكلمك بارك فيك حكملكم ألم الجانب الايصر طبعا ان الوقت دهمنا يعني بقلنا قليل من الوقت الحقيقة الألم اللي في الجانب الشمال الألم اللي في الجانب الشمال 90% من ألم الجانب الشمال بيبقى في البطن احنا عارفين هنا ناحية المين فيه كابد ناحية الشمال بيبقى فيه طحال نادرة ما بنلاقي جيب طحالي او كيس طحال او بقر في الطحال دي انظر حاجة لكن تضخم الطحال بكل اسباب تضخم الطحال بما فيهم الاسباب القديمة بالهارسيا والحاجات اللي من قبيل وحاجة اسمها كلق اذار والناس حاجات مش موجودة كتير ناخد نجلاء ونرجع لكم يا نجلاء اتفضلي اتفضلي يا نجلاء انقطع الاتصال ارجع لنا تاني يا نجلاء طيب علشان ما طاولش عليكم في قصة القلم فاحنا عندنا مشاكل للطحال في حد ذاته ده بند الحقيقة دي للبانكرياس ممكن اول اصالينا وممكن يبقى البانكرياس اول تسميع دي في هذا المكان الماء ده بتسمع في الجانب الشمال عكس ما الناس متخيلة الماء ده بتسمع في الجانب الشمال واي تسميع في الجانب الشمال في المعدة بيستلزم عمل المنزار دائما المعدة دايما اعراضها معظمها في فم المعدة في فم المعدة والناحية اللي مين اكتر حاجة بتسمع هي الاثنى عشر اللي هي متصلة بالمهزين منطقة حاجة واحدة المعدة لما بتسمع في الشمال ده بنستلزم ان نعمل منزار معده دي احد الانديكيشنز اللي بدون هزار لان دي بتقول ان حاجة اسمها الجريد حاجة في المعدة الكيرف الاكبر بتاع المعدة ده وده عادة معانا ام محمد يا اهلا يا ام محمد اتفضل يا ام محمد انا سامعك يا ام محمد اتفضل يا حبيبتي ام محمد يا اهلا بيك يا ام محمد اهلا بيك يا ربتي ربنا يكرمك انا بتعالج من المرة بالزقرة سلامتك يا حبيبتي اه تمام والألم نشرف الجسم جامد مش قادر اهم منه وبيجين كده بضوخة بزماغي بقدرش اهم اعمل حاجة والألم تدرش في الجسم كله بقدرش اهم الارض مم وباخد الكورتزان التركيز خمسة وباخد هدروجين تمام تمام عندي رمطاية بردك مع الزقر تمام وباخد جت اللي هو بتاع الاحطور تمام تمام فكل ده باخده بالألم وبيجيه وباخد بردك برشام العضلوة تمام هو للأسف الأدوية دي مع عظمه هو اللي بيك يعني اللي انت بتكلمي عليه الشعور بالإرهاق والحاجات دي ده جزء من الأدوية الحقيقة للأسف لكن يعني النشاط الزقبة ما بنعرفوش لا حملت بتحليل سلعة الزقبة موحيبتي اه انت بتتعالجي زقبة الزقبة انت بتاخدي دواء يثبت الزقبة الزقبة مرض مناعي لا يشفى مرض مناعي لا يشفى يتم تثبيته بهذه الأدوية اه مرض مناعي لا يشفى يتم تثبيته بالأدوية دي علامات نشاط الزقبة تقرحات الفم وتسقط الشعر دو الأهم علامات اه اشكركم وللأسف وقتنا انتهى وانا بوعدكم بإذن الله هكمل لكم حاجات المناعة كل الأسئلة اللي جات لنا ألم الجانب الأيسر ألم الجانب الأيمن الشعور بالانتفاخ ميول القيء عناية ان شاء الله وألقاكم الأسبوع القادم أو يعني في أقرب فرصة بإذن الله أشكركم وألقاكم قريباً